كثير من الشباب يتساءل ما هي الحاجة إلى وجود الدين هل أن الله سبحانه وتعالى لمجرد أنه أنعم علينا بنعمة الوجود أو بنعمة البقاء بعد نعمة الإيجاد هو لا زال ينعم علينا بنعمة البقاء هل هذا يقتضي أن يحصرنا الله سبحانه وتعالى في عبوديته لماذا لا يترك لنا المجال تبارك وتعالى لأن نبحث ولأن ننقب ولأن يصل كل واحد إلى قناعته إذا كان هو كريما وإعطاؤه لنا للحياة وللوجود هو من فيضه ومن كرمه فالكريم لا يترقب من الطرف الذي يعطيه شيئا الإنسان الكريم لا يرتقب أن من أعطيه سيعطيني من أبذل له سيبذل لي أبدا الكريم يبذل من منطلق الكرم فقط لا ينتظر شيء لا ينتظر مكافأة على عمله هو فقط منطلقه أنني كريم ومقتضى كرمي أنني أعطي فلا يترقب شيئا قبل ذلك بينما الله سبحانه وتعالى أعطانا الحياء والآن هو لأنه أنعم علينا بهذه النعمة يريد أن يقيدنا بطقوس معينة بأمور معينة أداء لحقه وأداء للواجب الذي يفترضه علينا وهو عبادته إذ هو المنعم من جميع الجهات تبارك وتعالى قل هذا التصور بهذه المثابة هو من شأنه أن يولد عند الإنسان هذه التساؤلات أما في الواقع إذا نظرنا إلى الدين بمنظار أدق من ذلك سنجد بأن هذا التساؤل لا محل له أصلا لماذا أولا أيها الأحبة نحن عندما نسأل أهل العلم نسأل الروايات الشريفة ما هي حقيقة الدين يقولون الدين ليس عبودية محضة بمعنى أنني أنا فقط تابع إلى غيري غيري وهو الله سبحانه وتعالى عندما أنعم علي قال بمقتضى إنعامي عليك أنت تكون تبعا لي هذا هو الدين لا الدين في الواقع هو قانون شمولي لجميع الحياة البشرية لجميع أنحاء الحياة البشرية قانون هل هناك عاقل أيها الأحبة يرفض وجود القانون الآن أنت مثلا تأخذ بولدك إلى المدرسة وهذه المدرسة مديرها لا يحضر أساتدتها لا ينتظمون أنت تقول شنوه كيف يكون هذه المدرسة من دون إدارة من دون قانون يحزم الأمور ويضبط الأمور في هذه المدرسة قل له خب فليكون نعلم أولادنا في البيت بأن يلتزموا والأمور تسير أقول لا ما يمكن لا بد في المدرسة من وجود إدارة من وجود قانون وقيم على القانون يطبق ذلك القانون من أجل استقامة تلك المدرسة نزل نأتي إلى تقول هؤلاء أطفال لا يمكن ضبطهم نأتي إلى مستوى أعلى الجامعة الجامعة المفترض أن الشباب المتواجد فيها أعمارهم في سن النضج أعمارهم بين الثامنة عشر والثانية والعشرين والثلاثة وعشرين هذا سن نضج يمكن الحديث مع هؤلاء الشباب أيها الشباب أنتم تذهبون إلى الجامعة الجامعة يجب أن تستفيدوا منها بالتعلم وخلاص تنتهي لا يحاسب الطالب إذا غاب لا يكافأ الطالب إذا مثلا قدم امتيازا على غيره لا يحاسب الطالب على تأخيره تقول هم ما يمكن لا بد من وجود نظام وإلا الطلاب ماذا وإن كانوا في مرحلة النضج ويمكن الحديث معهم وإقناعهم بأهمية الجامعة ومع ذلك تقول من دون قانون لا تستقيم الأمور تقول هؤلاء الشباب تأخذهم ميعة الشباب تأخذهم اندفاع الشباب نأتي لمستوى أعلى من ذلك وهو مستوى العمل شركة مؤسسة مثلا قطاع معين في الدولة نقول هذا القطاع يحدد في هذا القطاع وظيفتك كذا وكذا من دون إدارة من دون قانون يسيره هل يمكن ذلك تقول لا لا يمكن لماذا تقول لأن الإنسان بطبعه هائذا لم يجد رقابه ولم يجد قانون يتساهل في أداء وظائفه يتساهل في أداء ما أنط إليه من عمل إذن أقول إذا كان هذا على مستوى مدرسة ما أستطيع أن أجعل مدرسة من دون نظام على مستوى جامع ما أستطيع على مستوى شركة ومؤسسة ما أستطيع على مستوى دولة ما أستطيع طيب الآن على مستوى العالم بأسره مليارات من البشرية هذه المليارات هذه مئات الملايين من الناس إذا لم يكن لها قانون هل سيكون هناك انضباط عند الناس أو أن هناك حالات من الظلم وحالات من الاعتداء على بعضنا البعض إذن الدين عندما يأتي ليس هو ماذا مجرد أنني أصيرك تابعا لي وأنا أريدك أن تصلي أنا أريدك أن تصوم أنا أريدك لا القضية أكثر من ذلك القضية هذا نظام ولا يوجد عاقل إلا ويدرك أهمية النظام وخطورة ضعف النظام ولذلك تلاحظون مثلا أن الآن نحن كمجتمعات عقلائية أكثر أو قل من أكثر الأمور التي تعاقب عليها الأنظمة الوضعية تحريض ضد النظام لماذا؟ لأنك إذا جاء إنسان يحرب على النظام بقول أو بفعل هذا يضعف النظام إذا أضعف النظام تمرد الناس لأن الناس لن يجدوا رادعا لهم ولذلك المقولة المعروفة ولا أدري هي موجودة في الرواية ولكن هي مقولة معروفة من أمن العقوبة؟ سأل أدب هذه قضية سأل أي عاقل ليست خاصة بالمجتمع المسلم كلما الإنسان رأى القانون قانونا ضعيفا كلما رأى القانون لا يتساهل في تطبيقه تمرد ما بالك إذا لم يكن هناك أصلا أي قانون يردعه؟ إذن في مثل هذه الحالة كيف تستقيم البشرية؟ كيف يمكن للبشرية أن تسير على وفق المنهج الصحيح المنهج الذي يقوذها لتكاملها؟ تقول خب خل الله سبحانه وتعالى يترك الناس الناس هي تختار له نقول صحيح هناك أماكن وموارد الله ترك الأمر للبشر مثلا الآن من ناحية الاكتشافات الطبيعية اكتشافات العلمية الحديثة الشارع المقدس يقول أنا لا أتدخل أنت تريد أن تكتشف الفضاء تريد أن تذهب إلى المريخ تريد أن تذهب تحت الأرض أنا لا أتدخل أنت لك المطلق الحرية في ذلك لكن أنا أريد منك شيئا وهو ماذا؟ أنه أنا حددت لك أو قل الذي أريده من خلقيك أن تصل إلى مرحلة التكامل هذه المرحلة كيف أن تتصل إليها؟ كيف تصل إليها؟ لا بد من وجود خطة لا بد من وجود برنامج يعني الآن أنا أأتي لك في مثلا مؤسستك أقول أريد أن أكون موظفا قل تفضل أنت موظف لكن أنت ابحث أن تفكر حتى تعرف ما هي الوظائف التي تخدم المؤسسة قل هذا ما يمكن تصاحب مؤسسة عندك خطة معينة عندك هدف معين تريد أن تصل بمؤسستك إليه أنت تعطني هذا البرنامج وأنا أسير عليه وهذا الطريقة العقلائية هنا الله سبحانه وتعالى يقول أنا أريد منكم الوصول إلى كمال معين هذا الكمال لا يمكن أن تصلوا إليه ماذا بأنفسكم لا بد أن أبين لكم الخطة التي تصل بكم إلى هذا الكمال هذه الخطة تتكون من صلاة من صيام من حاج من زكاة من من إلى آخره من التعاليم الشرعية إذن عندما الشارع المقدس أيها الأعزة أيها الأفوال عندما الله سبحانه وتعالى جعل لنا دينا وقال هذا الدين حافظوا عليه ليست القضية قضية ماذا قضية تعبد محض ورقية محضة لا يقول أنت بمقتضى حكمتي بمقتضى لطفي بك أيها الإنسان لا تصل إلى هذا الهدف إلا إذا أعطيتك هذا البرنامج وأنا أحدد لك هذا البرنامج ولهذا الآن نحن كآباء كآباء نعرف بأن أبناءنا عندهم ميول للعب ميول للخروج مع الشباب ميول مثلا للذهاب إلى الديوانيات والمنتزهات تقول أنا فلأترك ولدي هو الأيام تسقله الأيام تجعله ماذا يعرف الصحيح من الخطأ لا أتدخل أهيئ له الأسباب تفضل هذا مبلغ شهري لك كمثلا مصروف هذه سيارة وأنت خذ غمار الدنيا هذا الإنسان ترك سنة سنتين ثلاث أربع ميعة الشباب تأخذه طيب هذا متى سيلتفت متى سيلتفت هذا الإنسان ربما إنسان يلتفت في الثلاثين من عمره ربما إنسان يلتفت في الأربعين طيب هذا ثلاثين وأربعين الآن يا جامعة تقبل هذا الإنسان هذا الإنسان بعد الأربعين كيف أنا مثلا أأتي مثلا أخطب له مثلا بنت تناسبه يعني هذا أنا أخذ إنسان فيها العمر لا وظيفة لا لأنه هذا ماذا أخذته الأمور يقول لك تصرفك كأب خاطئ أنت من البداية وإن كانت هذه الأمور منع الولد على خلاف رغبته لكن أنت وظيفتك كأب أن تضبط الأمور ولدي يريد أن يلعب لا هذه أيام دراسة ولدي يقول لن أدخل الجامعة لا لابد أن تدخل أقول لماذا تتدخل في حريته أقول لأنه أرى شيئا لا يراه من مصلحته هو لا يلتفت إلى نفسه يظن المصلحة في خروجه مع أصحابه إذن أنا كأب حصرته بقانون أنا كنت شديدا معه أنا أعنفه أنا مثلا قد تصل بعض الأحيان إلى أن أضربه لماذا؟ أنا أخاف على ولدي أنا أريد من ولدي أن يتكامل لا أريد من ولدي أن يكون أقل من غيري إذا أنت خوفك على ولدك هكذا هل الرحمن الرحيم أقل خوفا علينا من آبائنا وأمهاتنا الله عندما يقول أنا ألزمك بقانون أعاقبك على مخالفته أنا لا أترك لك مجالا بأن تخالف في هذه الناحية وأترك لك المجال في هذه الناحية لماذا؟ وخوفا علينا لا يريد منا أن نذهب ماذا؟ يمينا وشمالا هذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الكمال وأنا وظيفتي كمربي ولذلك ليس سمي رب؟ لأنه هو الذي يربي عباده وظيفتي كمربي أن أصونكم عن الزلل وأصونكم عن الانحراف إذن الدين أيها الأحبة قانون يأخذ بالإنسان إلى التكامل